التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عواظ بن مبارك بمدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس تونكل وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في بلادنا وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الناتجة عن العدوان الحوثي على الشعب اليمني مشيرا إلى أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الشرعية سياسيا واقتصاديا كما تطرق اللقاء إلى الدور التخريبي الإيراني في الملف اليمني وضرورة إنهاء الارتباط الحوثي بإيران لاستعادة الأمن والاستقرار في بلادنا من جانبه جدد مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية دعم بلاده لجهود وتحقيق السلام ووقوفها إلى جارب وحدة اليمن وسلامة أراضيه